السلام عليكم راح نبدي بها المحاضرة نشرح عن الروموتويد أرثريتس راح ناخد تعريف عنها شن هي الروموتويد أرثريتس نعتبر كرونيك بروغرسيف أوتو إميون كوندشن إذن هي كرونيك يعني ما إلها كيور ماشي وبروغرسي يصير بيها تصير بروغرسيف تتفاقم الحالة بمرور الوقت ماشي أوتو إميون كوندشن يعني سببها إميونيتي ماشي أكو أنت ودي أنتجين برايماري إفكت راح يكون الإفكت مالتها راح تأثر لي على الجوينت وعلى الساينوبيون بث كان أصو تنطيني تنطيني سيستيميك منفستيشن هي أول شي بالجوينت تصير بالساينوبيون بس أيضا تقدر تنطيني سيستيميك منفستيشن نيجي للباثوفيزيولوجي مالتها مثل ما حجينا إنه هي شنو قلنا أوتو إميون ديزيز أوكي فهنا راح تكون الروموتويد أريثرايتس هي عبارة عن كومبينيشن ما بين الجينيتيك سسبتابل والنان جينيتيك فاكتر أوكي والتريجر فاكتر الإنفكشن ما نعرف إنه هي أنه بروسس ما لاتها تكون برايمر تريجر كل اللي أريد منكم تحفظوا إنه هي سببها إميون فإذا شنو تجيك عندك الأنتيجين برزنتيق سيل هاي السيل شي ستسوي ستسوي بروسس فتجي تقدم الأنتيجين أوكي إن ما نتقدمه تقدمه لل rigor فبالتالي ما نتقدم لل rigor أكتفيشن لل rigor وستيميولايشن لل gal كل الشنطيني أوتو أنتيبادي أوكي كل الشنطيني أوتو أنتيبادي هاي مهمة أوكي الأنتيبادي تل ميونو قلوبينين G or non as شنو روموتويد فاكتر فاوكي الانتي ودي ضد الميونو قلوبينين G هو الروموتويد فاكتر هو هاذا نعتبرا روموتويد فاكتر عدنا هاف سترونج كولوريشن بس شنو بور على البريجنوس ما لا تأثير عن يمن على البريجنوس البريجنوس راح تطين شنو البرو انفلماتري اللي هي اسعته كاين الانترلوكين ما ظن يقول حن بعد اكثر شي سوينا انهانس التي سيل برو انفلماتري اند ديفرانشيات راح تحفزها اكثر راح تسوي شنو انكاريج للميجريشن مالتها زين عدنا شنو اللي موجود مرات يصير عدي اوفر اكسبراشن اوفي تيومور سابرس سابرسر جين اللي هو بيه تلاثة وخمسين اوكي مزي شهذا ش راح يزوي انكريز بالانترا سترونييتد بروتين انتبادي اللي هي اي سي بي اي هاذا اذا طلع بوزيتيف اسوسياتي شنو معناها بور بريجنوس او بورسلن بل بريجنوس مال روموتويد ارترايتس هاذا الى علاقة بل بريجنوس بين روموتويد فاكتر الار اف ما الى علاقة وين بل بريجنوس راح يصير انفلايم الفايبروتيك ساينوفيال انفايد تبدى شنو انفايد للكارتلج والبوند اللي داير ما دايرها اوكي وبالتدالش تنطيني دستركشن و دستركشن للجوينت والبون نجي لن الكني لكالبريزنتيشن اكون الاسبسيفيك برودراما السبتة اوكي اللي هي ديولومت اوبر ويك تو مال اللي هي فاتيج ويك لغريد فيفر انوروكسية زين والجوينت بين ذنين كل هن تلقاهن بغير ديزيز مو سبسيفيك للروموتويد ارثرايتس وبالتالي نعتبرها نان سبسيفيك سبتمز اش ادي عندي مرات الاستيفنس ماليج ماي بروسيد ديولومنت اوف ساينوفايتس الجوينت انفولف منت تن تو بي شنو سيمتريكال عن يعني اليدين اثنين هن تنصاب الرجنين اثنين هن تنصاب مو يوني لاترال خلي ببالك هاي هم ديفرينشال دايجنوس انو لازم تجيك جوينت اثنين يعني بوث هن بوث فيد بوث ريست الانكلز الالبو نيب شوردر الهيب سرفايقال سباينل ذن يكون هن شنو لازم يكون سيمتريكال متناظرات بوث هند بوث فيد وشون الجوينت ستيفنس تيبكلي ورس نقوين بالمورنين يعني الصبح يقعد شنو اديه رجليا المكان اللي يصير بي صير شون اللي ييابس بالمصطلح العام معناها اكو جوينت ستيفنس هذا جقد اكسيد لثلاثين منت اوكي اين مايبي بيرزيست مرات يققى طول اليوم اللي انفوف وورم حار ويا اريثروماتس يبدي يكون ايضا شكلا شنو احمرار بي اذا تركته انتريتد لل اوستيو اريثريتز اخاف من من جوينت انفلميشن هذا كله راح يطيني للبوني الروجين و ديفورمتي مالجون هاي هاي ستيشون لسوال نيك ديفورمتي اوكي الانالدفياجين وهاي كلها اذا بقى شنو بقى متعالج اكو عدناش قلنا قلنا اكو اكسرا ارتكولار انفولمنت قلنا 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 سيستم منفستيشن اللي مثلا روموتو نوديوز انترستيش لانج ديزيز بلور الفيوجين باسكولايتس اكولار منفستيشن ريكاردايتس اوكي الكاردياك كوندكشن ابنورمالتز والمروس ابرشن والنف ادينوباثي اوكي هاي طبعا كلما الدزيز يصير لبروغرشن تبدي عندي السيستيماتك منفستيشن قلنا الروموتو فاكتر نحدد ونالجاب 70% من الباشن اوكي كلما يكون التايتر عالي رفلكت انو الدزيز شبيه يكون سيفير كورس ماشي يبقى جقن جقن ال ACPA Antibody هو البريدكتد لل شنو لل اجرسيف دزيز كورس هو اللي يطين شنو يطين لبريغنوس بالنسبة لل دزيز بعدش ألقى Antinuclear Antibody يلقى 25% من الباشن من لعدهم روموتويد ايرثريتز خلي بالك ESR والسي راكتب بروتين ألقاهن بس ذن ما يعتبرا سبسيفك اوكي لل روموتويد ذن يكون نان سبسيفك انفلامتر بروسس يعني ألقاهن بغير انفلاميشن بأي دزيز يسبب لانفلاميشن ألقاهن شنو مرتفعات احتمال من انفكشن ألقاهن مرتفعات اوكي احتمال بغير دزيز ألقاهن فهذا نين نين سبسيفك مرتفعات شي صغير عندي نورموستيك أنيميا ثرومبوسايتو بينيا اوكي عن ثرومبوسايتوس هاي اذا صار شنو وبالإضافة لليكو بينيا هاي اذا صار انفاجن وين قلنا انفاجن للبون وسبب لبون سابرشن شون نسوي دايجنوس حاسب الامريكان كولوج أوف روماتولوجي واليوريبيان ليقو اغانست روماتيزم زيان اكو فد كراتيريا موجودة خلوها بالألف وعشرة هي اللي تحدد ديها هاي الكراتيريا متكون من عشر نقاط اوكي اذا المريض اخذ سكور ستة او اكثر من ذن العشرة يعتبر هذا البايشن شنو يتشخص روموتويد اريثرايتس نيجي للتريتمان طبعا الكل هو شنو خلي الدزيز يكون بحالة الريميشن ولو دزيز اكتيفتي نقل شنو نقل الانفلميشن نقل السبتم مانتين الايبولوتين الفونكشن انو نحاول شنو يصير ستفنس بيها صير المتايشن بالموفمنت فاني احاول احافظ شنو على الفونكشن والديلي اكتيفتي اقل شنو اقل الدستركتف جون تشينج والدلي الدس ايبولوتين اول شي راح نبدي بالنان فارمكولوجي كال تريتم لازم احنا هنا بايش ادوكيشن اباو الدزيز لازم نقول الدزيز هذا ما يصير لكيور واذا ما بقى يتعالج راح يطيك كذا 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 هاي كلش مهمة نشرح على الميديكيشن شنو اللي ياخذها وشنو اضرارها وشنو الافكت منعدها يعني نحكي على مالتها على الانجكتابل ايجين هذا يكون مهمات اوكي شي سوي فيزيكال ثيرابي على مود نقلل البين نقلل الانفلميشن ونحافظ نيشنو على الجوين فونكشن اكسرسايز فيزيكال اكتيفتي ايروبك اكتيفتي المصول strength اكسرسايز كل هذا نيشنو امبروف للديزيز اوتكم بعد اكو مرات نطيل الاسستنت ديفايز اوكي والأورثوس ذن اللي يستخدم اني نستخدم هن على مود مثلا المساند وغيرها على مود امبروف البين والفونكشن اكيوبيشنال ثيرابي هايها ماتين بانفت نقدر نستفاد من عدها مثلا الفوتوير سبلينتين ذن يكون هن نقدر نستفاد من عدهن بالاضافة الى الويت loss ايضا يقلل من السترس وين على الجوين واكو اخر شي الابشن هو السيرجي الابشن اللي هو جوين ريبلايس من تبديل المفصل اللي هو هذا نبقي لل patient اللي هما يكونون كلش سيفير او عدهم شنو الكارتلاج loss صار significant كارتلاج loss جيه السئلما للفرماكولوجيكال ثيرابي الجنرال أبروچ يقول انو الثيرابي الثيرابي موليكول oral جانس كاينيز انهيبتر الكون منو هن ميثو ترقزي لفنونا مايت سالفاسلازين والهايدروكسي كلورا كوين البيولوجيكال راح نقسمها تي ان اف انهيبتر وكو تي ان اف بيولوجيكال فعلى مو تحفظها تبقى شوية صعبة عليك لانذني كلمات صعبة او جديدة عليك فعلى مو تحفظها مو ماب هذا تخليها لتشومر نيكروتك فاكتر يعني اديله مو ماب سترالو زوماب هاي ما عدا هذا زوماب والقول مو ماب انفلكسي ماب وهنان اللي عدنا شنو تحفظ النوادر اللي بيها انتيرو سبت اوكي اما التنف بيولوجيكال زين النان تنف بيولوجيكال الابت تحفظ و الماب سرالو ماب ماب مو ماب ماب اوكي سرالو ماب توسيلو ماب ريتوكسي ماب اوكي ما عدا قلنا نحفظ اني كرينا او نحفظ ذني اللي شواض شوية الجانس كاينيز كل هن ينتهن بسيتينيب بار سيتينيب توفا سيتينيب ابدا سيتينيب اوكي فخاف ما تحفظ احفظ نهاية الكلمة مال الادوية على موت تستذكرها وقت الامتحان اخاف يجيك ويقول لك مثلا which of the following مثلا يتبع ال 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 وحدة منهم مثلا تين اف وحدة هي تي وهكذا طبعا ال current rheumatoid arthritis treatment guideline اش قال اول شي نبدي بيمن بال conventional therapy اوكي ال رسبيكت لل disease activity اول ما صار عندي ال diagnosis ابدي بال شنو نبدي بال conventional therapy من هو ال preferable اوكي اكثر واحد نستخدم هو الميثو تركزيت وافضل واحد استخدامات الميثو تركزيت شوكت نستخدم اذا ال patient early rheumatoid arthritis يعني هو صار ل disease activity اقل لل 6 شهر اوكي ويكون low disease activity هنا نستخدم شنو monotherapy العاج واحد شوكت استخدم double wallet trouble خلي بالك moderate high disease activity فقط moderate high يعني لازم استخدم يا double يا trouble therapy الbiological agent نستخدم monotherapy ونستخدم شنو وي conventional therapy للpatient اللي ما يستجاب بعلاج واحد اللي هما moderate أو highly disease activity او highly الجاك اللي هو اوكي هو alternative option للpatient اللي يبقوا عندهم activity اوكي على الرغم من انواني شنطيتهم combination من الconventional therapy اذا الpatient remain moderate to high بقى على الرغم من انواني استخدمت الconventional او استخدمت الbiological هنا نش نضيف نضيف low dose corticosteroid برينيزون 10 ملغرام بير كيجي او الاكوفلنت لها طبعا نستخدم for short duration اذا الpatient achieve remission اوكي وصلت لحالة الremission نبدأ شنو نقلل الادوين سوين هين تابرين بس يبقى المريض على الدمار على شنو ات دوز انو تحافظ لي على شنو الremission خلي ببالك ما يصير انطي شنو دول biological therapy شود بي افويد ليش لان الرزق مال الانفكشن يكون كلش هاي لانذني الادوية يعتبر immune سابر شنو زين بكوز الدمار يحتاج شنو تحتاج week to month to take شنو الافكت مالتي يعني احتاج اسابيع الى اشهر زين انا خماع في المريض يعاني من الالام ومن الاستفنس ومن هذا لا اش اجي ننطي لبرج therapy جسر يعني هذا فقط انه انطي هي الى ان يشتغل يبدو الافكت مال الادوية اوكي وبذاك الوقت اقطع من اللي موجودات عندي عندي اقدر استخدم النانستيرويدل استخدم اللوكوكورتيكويد وال الاذر انالجيسك اللي هو مثل استومينوفين ذني على موت ينطني رابد symptomatic relief اوكي النانستيرويدل ديش ما استخدم هن على رغم انه ذني لو نيجي السعر اقل الافكت مال هن شنو يعني السايد افكت هيكون اقل مقارنة بذني المشكلة وين النانستيرويدل ما لدخل ع الديزيز بروغرشن اوكي والغلوكوكورتيكويد عدة سير سايد افكت اذا نطيت بدوز عالية والمدة طويلة فذني فقط نستخدم هن كبرج ثرابي short term ثرابي ما اقدر استخدم هن long term use هاي هن هن الادوية اذا كانت low to high disease activity اوكي الشون اللي نطيهم اياه والادوية اللي موجودة حاليا وشون نسوي combination بعدين احنا اصدار راح نشرح الconventional قلنا انه مثل 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 هذا شون يشتغل هذا انهبت الداي hydrofol موجود injection وموجود oral طبعا الانجيكشن مثل اكثر من الورال وهذا شيء اكيد مثل ما تعرفون زيان وهي يعتبر superior clinical efficacy ذول انما نطي نطي لل patient اللي هم شنو اا عدهم اا مثلا ما يقدر ياخذ الاورال اوكي وبسبب انو ال gastro intestinal side افكتش تكون اقل من الاورال فاقدر استخدم شنو بديل عن الاورال الاورال مثل تخلي ببالك ما اقدر اطي اكثر من 15 ملغرام بالاسبوع الواحد لانو شافوا بالدراسات ما كو significant benefit من انو اذا زيت الدوس فقط يتطلع عندي side effect زين change to subcut مرات نغير الى subcut مثل تريك زيت ما ينقر بايو ال بايو تي و الزايد لأكيد ل clinical benefit اوكي على مود احصل clinical benefit احتاج احتاج 3 الى 6 شور من بداية الثرابي اوكي الميث الدراكزيت عدها side effect اوكي فدائما اش انطي انطيفوليك اسد واحد الى 5 ملغرام بيردي على مود نقلل هال side effect اوكي الميث تريكزيت يعتبر تيراتوجينيك زين فالميش خصوصا اذا female يوس شنو لازم contraceptive اوكي واذا قررت انه يصير حامل فلازم يسوي discontinuation للتريتمان لفنونا نفس الافيكيسي للرمatoid ايرثريتس نفس الميث بريكزيت الصالفة سالعزين قامنا ما نستخدمه بسبب شنو الGIT adverse effect الهايدروكسي كلوراكوين المين advantage انه ما يحتاج روتين ماشي frequent روتين لابريتاني منترين اوكي because it's not generally associated وشنو ما الى risk مال infection ولا hepatic or renal or blood abnormalities الGIT side effect اوكي على مود اتغلب من عدها اقدر اخذ المدكيشن with food او او نقسم الى two dose بس شي يحتاج ذلك مهمة مثل ما قلت لكم الشغلات اللي تختلف بكل الدراج تركز عليه شي يحتاج periodic ophthalmological examination ليش لانو الاستخدام قد يسوي irreversible retinal toxicity فلازم دوريا اسوي ophthalmological examination can be used alone او in combination كل هن طبعا الconventional therapy استخدم هن وحد هن او ويا الادوية البقية تيجي هس على الbiological مثل ما نعرف كل الbiological هن شنو engineering مصنعات هندسيا هن قسلنا هن قلنا tumor necrotic factor ون tumor necrotic factor نستخدم هن وقت فقط اذا الconventional therapy صار عدها فشل مطتني شنو مطتني ال good response ولا حظتلي على disease قليلة disease activity ليش لانه تعتبر more expensive بالاضافة الى انه هي عدها increased risk malin infection بسبب immune suppression effect فلازم الميشنش اسوي لها tuberculine scan test او interferon gamma releasing asable blood test قبل لا انطي لان اخاف منه اخاف مرات اللاتن tb او عندي active tb فيصد لشنو يصير لبروغ لشنو اللاتن tb يتحول الى active ويضطيني effect لل tb لانه قلنا ذني يعتبر immune suppression ايضا الpatient لازم شنو نسوي screening for hepatitis b okey لانه شنو يسوي la reactivation okey الbiological can be used ginnah combination وي yaman وي conventional therapy بس خلي بالك ما اقدر استخدم biological وي الثاني ليش قلنا لانه بسبب effect من الميون sub russian ولهذا ولهذا لازم لازم دوز اللي اخذتها مال الدزيز الجديد نفس الدوز اللي شنو او معادلة للدوز اللي شنو اللي الدول الاول ماشي قلنا بكوز قلنا الميون suppression effect في البيش اللي ياخذ biological therapy لازم تخلي باله قبل العلاج يعني بالبين اذا كان عند انفكشن اذا هو مخطط يسوي major surgery لازم يعالج زيان ويصير مثلا اذا انفكشن اصير الريزوليوشن واذا السرجري نصوي لبوست سرجي كال هيلن اللي بذا كل وقت شنو نبدي ذن الادوية لازم نهائيا ما ياخذ اي تايب من الواقسين اللايف attenuated vaccine لازم مين اخذ البيولوجي الاجئ البيو سيميلار البيو سيميلار هن البيولوجي كال برو دكت that have been verified to have no clinical magnifiable difference compare to FDA approved reference biological product هاي احنا مثل ما نعرف اكو البراند واكو ال generic ف هنا بال biological لحد الان ال generic ما ثبتت انه تشبه البراند مية بالمية ما ما كو دراسات عنها مثل ما نعرف ال generic راح تكون اكيد ال cost ما لتي يكون اقل اوكي من ال brand اللي موجود لهذا بس لحد الان ما كو شنو دراسات تثبت انو انا اقدر احول من الشركة ال brand الى الشركة شنو الشركة الثانية اوكي ولهذا لك ال regulatory guideline about switching قلنا من origin biological لل biosimilar اوكي لحد الان ما كو دراسات عليها وبالتالي يقول لك يفضل انو تستخدم ال brand افضل من ال biosimilar الها مثل ما قلنا قسمناها tumor necrotic alpha inhibitor اوكي اللي هنا block ال pro inflammatory cytokine tumor necrotic factor alpha tnf تحتاج عدة اسابيع ونلقى benefit والfull benefit الثلاث تشور راح تبدي عندي full benefit الثلاث قلنا نستخدمها للحالات moderate to high اوكي على الرغم من انو احنا شنو despite الconventional therapy استخدمتها ومفادت تعتبر more expensive من الconventional therapy and should be not used لل patient اللي عندهم moderate to severe heart failure خلي بالك هاي contra indication الها اللي هما هوا stage 3 stage 4 حسب new york heart association okay ليش لانو هي تسوي احتمال new ounce او يسوي worsening لل heart failure شافوها فذني يعتبر الاستيجات او الكلاسات contra indication لل TNF factors inhibitor this agent قلنا شبيه increase risk malin infection وال mini glancy اللي هي lymphoma وال skin cancer بالاضافة لل new ounce او exacerbation لل demelinating disorder مثلا جماعة ال MS مشكلة شي صير هنا الصير عندي antibody ضد infleximab وبالتالي من يصير antibody ضد infleximab ما يقوم يشتغط على مود اخلص من هذا العائق اللي يصير اخلص من antibody الشاف وانضيف methotrexate orally نفس الدوزة اللي اعالج بها rheumatoid arthritis لشنو as long as the patient هو طول ما الpatient ياخذ infleximab على مود نخلص من عدها نقدر نطب premedication اللي انتهيستامين والأستومين glucocorticoid هذن انطيه على مود أقل للشنو أقل للإنفيوجين related reaction اوكي هنه هذن الأدوية اللي يجو المذكورات اللي يعتبر تيومر نيكروتي فاكتر الفا انهيبتر القوتي موديوليشن موديوليتر اللي هي بيتا سيبت انهيبت هنا مباشرة يسوي انهيبشن للتي cell اكتيفاشن زيان ايضا نستخدم هن موديوليت لسيبير نوموتويد ايرثريتوس كمونو ثرابي او انطيهن كومبينيشن والي كومبينشن الثرابي زيان الانترلوكين 6 ريسبتر انتوغونيس سالو ماب زيان is indicated ايضا لتريتمت الموديوليت كلهن باع كلهن نخلي بالك على متخلص منهن ما عدا الكمبينشنال البقيين استخدم منهن للموديوليت للسيفير اوكي اللي هما شنو نات كومبليت رسبونس اوكي للكمبينشنال ثرابي فاكدر استخدمهم مولو ثرابي او كومبينشنال توسيلو زوماب ايضا نفس الحالة قلنا مودريت وسبير انكمبليت رسبونس لل كومبينشنال ثرابي نستخدم واحدة او الكمبينشن ويا ازا الانتي CD20 مولوك لونر انتيبادي ريتوكسيماب ايضا مولوك لونر انتيبادي راح يتحد ويا CD20 انتيجين على السير فيز مالوين البيتا سيلو فاش راح يسويني او كومبليت ديبليشن للبريفرال او بي سيل وهي تحتاج اشهر باوع على موت تطيني شنو ترجع البيتا سيل الى طبيعتها او نورمال لفض الريتوكسيماب كان بي انيشييت ان بيشن وشنو او او مودريت توسيفير بعد نرجع مودريت توسيفير روموتويد الريترايتس اللي انطيت علاج واحد واثنين وما فادوا الها اوكي نبقى نستخدم الميث ترجع طوية على مود قلنا شنو نتخلص من الانتيبادي المثيل بردزلون نقدر نطي 180 ملغرام 30 منت بفور ايج انفيوجن بالاضافة ان الطبي استامين وفين انتي استامين كل هذا عنا مود نقل لل انسيدن وال سيفيريتي مادل انفيوجن رياكشن بعد اشحدنا الانتر لوكين والرسبتر انتغونيس اوكي اللي هو ليس افكتف من كل البيولوجيكال زيان واليوز مالت انفريكوانت اوكي ونط انيكلود كارنت حاليا ما خلي بالامريكان روماتولوجي اوكي حسب ال قايد لين بس يبقى شنو يبقى اوبشن للسيفير مادرات وسيفير روماتول اثرايس لما كل الادوية ما نقدر نستخدم هن الجانس كعينيز قلنا اللي موجودات ابستيم ستينيب توفا ستينيب ال باريس ستينيب ذاني كل هن موجودات اورال سكون على شكل small موليكول ونعتبر هن نان بيولوجيكال ال باريس ستينيب افروف للأدلت شبقى قلنا مودورايت تو سيفير اكتف روموتويد ارثريتس انطايت وان او تو دراج من تيومور نيكروتيك فاكتر وغير هن مطاني ديكويت شنو رسبونس توفا ستينيب ابدا ستينيب ايضا ابروه للأدلت وذول اللي يكون ادكويت رسبونس امن او انتوليرايت لل ميث ترقز زيان خلي ببالك ما اقدر استخدمهم وي البيولوجيكال ايجنت زيان ايضا شنو السبب اللي ما نقدر لانهما اصلا يسوان سيبير انفكشن لنفوما واثر اذر ميليقنانسي ونفس الاعراض ما للبيولوجيكال ايجنت ايضا ما اقدر انتلايف اتنيويت واكسين وياهن زيان والبايشن لازم شي سوي تاست واذا عند لاتن تيبي ايضا شنو لازم يعالجها قبل نابدي بال لتريتمنت رح نجي السئل من للنان استيرويد الانتي انفلامتري دراج اوكي اللي هو عند بوث انالجيزيك انتي انفلامتري بروبارتيز يقل لنا عندنا لستيفنس بس قلنا ما يسوي سلو دزيز بروغرش ولا بريفنت البوني اروش او جوين ديفورميتي ولهذا ما نستخدم كمونو ثيرابي روموتويد ارترايتس بسبب انه رابد اونس اوكي فاجي هنا استخدم على مول يسوي رابد ريليفين للسبتمب بين ما تطين شنو الدمار ال 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 افكت مالتها فاعتبر هنا شنو بريج ثيرابي الكورتيكو ستيرويد ايضا عندها انتي انفلاماتي اميون سابرشن وبروبرتيز سوي سلو روموتويد ارترايتس بروغرشن زين بس ما نستخدم ها كمونو ثيرابي بسبب شنو البوتينش سيريو سايد افكت باللون تيرم يوز اوكي اذا اريدت ابديها فلازم ابديها بلو باللوست افكتب دوز وشورت بريود اوكي حسب الامريكان كالوج ما للروموتولوجي انو شورت تيرم غلوكو كورتيكو ثيرابي شنو تعرفتها انو اقل لثلاث تشور بلو دوز من غلوكو كورتيكو اللي هي بريج نزون اقل للعشرة ملغرام بردي او ما يكافئها نفس النانستيرويد القور الهنان نستخدمها كبرج ثيرابي الى ان الادوية البقية تطي الافكت مالتها وقلنا نستخدمها ات لو دوز مرات امطي هاي دوز بسيبشنو شورت ديوريشن هاي مرات احتاجها بالاكيوت فلير أوف روماتويد ارترايتيس يعني احتاج رابد ريليف للساين والسبتم اكو عندي الامروت الديبوت اللي موجودة مثلا مثيل برنزلون هاي تطيك الابرة الوحدة تطي من اسبوعين الى 6 اسابيع كونترول ريليف اوكي للسبتم وتسوي ديلي لعدة ايام اوكي الديبوت افكت زيان لازم نسوي اذا استخدمته لازم اسوي لتعبري ليش لانه على موت اخلص من شنو الهايبوت بيوتري اكسس سابرش الانترا ارتكولر انجيكشن ورهاي ننطيها الابرة بالمفصل هاي نستخدمها اذا كانت only few joint انفول ميش اوكي ومنعيدها زيان خلال الثلاث شر الا وراء الثلاث شر ليش لانه potential فور شنو شتسوي لازم لازم joint cartilage فان لهذا ما اقدر استخدمها اقل من 3 شر شون نسوي evaluation لتريتمان اهم اهم شي اسوي assessment لل disease activity بال baseline و each follow up visit اوكي على مد نسوي evaluation لل therapy response يعني قبل لا يجي قبل العفو لنبدو disease العفو علاج disease اوكي وراها كل زيارة علام اعني اذا اشوف هذا الدول ايش طول او لا اوكي اتي بعد نسأل السبتم على laboratory على physical examination اللي احنا لازم نسويها مثلا physical examination يشوف number of swelling اشقد يصير انتفاخ tender joint joint mobility acu deformity ذن كل هن نسويها واكو several assessment tool ايضا available المناجر على مجر الروموتويد arthritis disease activity منها clinical disease activity index disease activity score patient activity scale زيان ذن كل هن نستخدم هن على مود نعرف disease activity اوكي ادنا laboratory monitoring اوكي للاكيوت face reactant انه يصير reactive protein و esr هذا على مود يقيس لي inflammation اوكي هذا يقيس لي inflammation فيفضل انه وقت هذا وقت ما يجي المريض وال diagnosis نسوي لها وورا العلاج كل نسوي لها بعد نسوي الراديو graph للهان للrest للforfeet بحسب هذا بالbase وكل sentient ويكون more frequent اذا كان اذا كان بحسب بحسب تكون اذا تكون اذا اذا البحشنط لازم نخليه مونيترينج واسسسمنت كلينيكال و لابريتاري يعني للأعراض وشنو الشغلات المختبرية بالنسبة لل الأدبرس افكت 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 مثلا نسوي لكم بلاد كاونت اوكي والديفرانشييشن انا متى ندتكت اخاف صار عندي هموتالوجيكال توكسيسيتي اخاف صار عندي شنو خافي صار عندي انفكشن خافي صار عندي ميليجنانسي هاي كلها نحددها سيرم كرياتينين اخاف صار عندي رينال توكسيسيتي ديفر فونكشن تيس هي الالبي والاست ايضا اخاف صار عندي هباتيك توكسيسيتي الافثالميك اوكي ايجزامينايشن خصوصا للبيشن اللي ياخد شنو هاي دروكسي كلوروكوين اخاف صار عندي اكيولار توكسيسيتي اوكسيتي اوكسيتي